موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين نقاش الليلة موسيقى الدعم العسكري الأمريكي لوحدات الحماية الكردية يزعج تركيا فهل تنجح أسنطن بإرداء الطرفين أن تفرض عليها أنقرة الاختيار موسيقى الجوع والفقر يدفعان يمنية إلى الانتحار مع ابنتيها في محافظة إب فهل يحرك موتهن شيئا في المجتمع الدولي ومن يوقف مأساة اليمنية موسيقى مرحبا بكم لعبة المصالح هي التي تحكم العلاقات بين أنقرة وواشنطن ووحدات الحماية الكردية في سوريا الدعم الأمريكي للوحدات يزعج تركيا التي تعلن ذلك بوضوح وتعتبره تصرفا خطيرا ومع ذلك تحاول واشنطن أن تمسك بالعصى من وسطها في التعاطي مع حليفين رغم أنها تبدو غير مستعدة للأخذ بالشكوى التركية ذلك أن تمدد القوات الكردية على الأرض يمنح الأمريكيين دورا متزايدا في سوريا ويحجز لهم موقعا في القرار السياسي للحل النهائي للحرب هنا فهل ستضع تركيا الولايات المتحدة أمام خيار الحلف معها أو دعم الوحدات وهل يفرق اختلاف الأجندات في سوريا الحليفين التركي والأمريكي مشاهدين هذا الموضوع سيكون محور النقاش في ملفنا الأول في مسائية الليلة نتوقف في الملف الثاني فيها عند الكارثة الإنسانية التي حلت باليمنيين من جراء الحصار والحرب والقتل والدمار والتهجير المأساة التي لن تقدر الكلمات على وصف قصاوتها دفعت بسيدة للانتحار مع ابنتيها في إب فهل ستجعل هذه الحادثة المجتمع الدولي يتحرك لإنقاذ اليمنيين وأي عذاب هو هذا الذي يهرب منه الإنسان إلى الموت وهل من يسمع صرخة اليمنيين قبل خطف تفاصيل ملفاء المسائية للليلة مشاهدين اسمحوا لنا نتجه وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهم وآخر الأنباء مساء الخير وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثيقة تم بمجبهة تأجيل نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس البيت الأبيض قال أن القرار لا يعني تخلي الولايات المتحدة عن روابطها والتزاماتها القوية تجاه إسرائيل بل يأتي في إطار مساعي منح الفرصة لتقدم عملية السلام وفيما أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمينة تنيهو خيبة أمله من القرار وجدت فيه رئاسة الفلسطينية خطوة تعزز فرص السلام حررت قوات الحجد الشعبي العراقي مجمع السكار جنوب غرب البعاج بشكل كامل كما أملت خروج أكثر من خمسمائة عائلة من المناطق المحيطة بالبعاج وقد نقلوا إلى خارج مناطق الاشتباك وقدمت إليهم المواد الغذائية والطبية العاجلة أكد قائد الجيش الأردني أن القوات المسلحة الأردنية لن تدخل سوريا ولن يكون لها وجود فيها الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية نقل عن الفريق محمود فريحات نفيه الأخبار التي يحاول البعض إشاعتها عبر وسائل الإعلام بهذا الخصوص وفق تعبيره قال رئيس اللبناني ميشيل عون أنه يجب ألا يسمح لأحد بأن يؤهدد وحدة اللبنانيين الوطنية رغم الاختلافات السياسية عون وفي كلمة له خلال الإفطار الذي أقامه في قصر بعبدة شدد على أن لبنان لم يكن يوما أرض صراعات بل يجب أن يكون أرضا لحوار الأديان وأكد أن الهدف الأساسي لهذا العهد هو استعادة الثقة وأشار إلى أن إنجاز قانون الانتخابات خلال الأيام الآتية سيكون بداية لاستعادة الثقة إلى السعودية حيث هز انفجار كبير سوق مياس في مدينة القطيف شرقية البلاد ناشطون ذكروا أن الانفجار نتج عن إطلاق نار على سيارة فيها ناشطان من العوامية وقد لقيا مصرعهما من جراء الحادث وسائل أعلم سعودية ذكرت أن الناشطين مطلوبان للعدالة ختم الموجز عودة لمتابعة ملفات المسائية مع رامية شكرا لك وفا إذن نددت أنقرة بقرار الحكومة الأمريكية تسليح وحدات حماية الشعب في سوريا وقال مجلس الأمن القومي التركي أن هذا القرار لا يلق بصديق وحلف وكانت الولايات المتحدة مشاهدين قد أعلنت أنها بدأت إرسال أسلحة للقوات سوريا الديمقراطية لمساعدتها على السيطرة على مدينة الرقة هبا محمود لأربع ساعات ونصف اجتمع مجلس الأمن القومي التركي مترئسا لاجتماع جلس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى الطاولة حضر الملف الحساس السلاح بيد الكرد لم يبتلع الأتراك القرار الأمريكي بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية ووجدوا أنه لا يليق بصديق وحليف تجاهل توقعات تركيا في شأن المسألة وتجعل أنقرة بقلق من أن التقدم الذي تحرزه الوحدات شمال سوريا قد يؤجج نشاط حزب العمال في تركيا وأعربت أيضا عن قلقها من أن الأسلحة التي ستقدم للوحدات قد ينتهي بها الأمر في أيدي العمال الكردستاني القرق التركي عبر عنه وزير الخارجية التركية أيضا إذ حذر من تسليم واشنطن أسلحة إلى المقاتلين الكرد في سوريا هذه الخطوات خطيرة للغاية بالنسبة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها إن هذه الأسلحة الموجهة إلى منظمة إرهابية يمكن أن تستخدم ليس فقط ضد تركيا بل أيضا ضد الإنسانية جمعا نحن نشدد على خطورة دعم وحدات حماية الشعب على مستقبل سوريا هو حتما ليس الحرص على وحدة وسيادة أراضي سوريا بل هو القلق على تركيا من سلاح بيد القوة الكردية المعادية فوحدات حماية الشعب الكردية هي بالمفهوم التركي امتداد لحزب العمال الكردستاني التنظيم الإرهابي لدى أنقرة مزيد من الشحنات الإضافية على خط التوتر التركي الأمريكي الذي يمر أيضا بأوروبا غير مرتاحة هي أنقرة في محيطها إن كان أوروبيا أو أطلسيا أو بكل تأكيد في جنوبها السوري للنقاش ينضم إلينا من واشنطن مدير الشبكة الإعلامية للأكراد في أمريكا السيد كاني زولعم ومن أنقرة ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي السيد جاهد توز مرحبا بكم وسأبدأ معك سيد توز هذا الجرح التركي ليس بجديد من الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الكرد عبرت عنه أكثر من مرة وتجلى بشكل أعلى في الكلام في مناهرها الآن ما الذي يختلف الآن بالنسبة للموقف التركي عن ما قدمته سابقا لواشنطن حقيقة هناك بعض الملفات مهمة للغاية سببت توتر بين تركيا وولاة المتحدة الأمريكية وبدأت هذا التوتر بين تركيا وولاة المتحدة الأمريكية في آوينة الأخيرة في أحد أوباما وكان هناك صناعة القرار تركيا متفائلة في أحد ترامب ولكن مع الأسف الشديد السياسة التي تتابعها ترامب مع المجيه إلى السلطة إلى يومنا هذا لم تختلف من سياسة التي تابعتها أوباما وهذه السياسة لا شك تزعج تركيا وصنع القرار تركيا لأن كما تعرفون تركيا وولاة المتحدة الأمريكية دولتها حلفتان وعلاقات بين تركيا وولاة المتحدة الأمريكية استراتيجية ولذلك في اجتماع مجلس الأمن القومي قبل يومين في بيان نهاية في هذا الاجتماع تم بشكل واضح الإشارة إلى هذه النقطة أن تركيا منزعجة من هذه السياسة التي تتابعها وولاة المتحدة الأمريكية خاصة في سوريا لأن تركيا تقول الأزمة السورية لا يمكن حلها من خلال الميليشيات أو من خلال المنظمات الإرهابية ولا يمكن حل الأزمة أو تخلص من المنظمات الإرهابية من خلال منظمات إرهابية أخرى وتركيا تقول لولاة المتحدة الأمريكية والدول سواء كان على مستوى الإقليمي ولا صيغة من الصياغ عذرا هي صياغ جديدة بالطرح التركي للولايات المتحدة الأمريكية هذه رؤية وضعتها طرحتها وشرحتها لا أدري إذا كان هذه المرة تحمل في المضمون شيء مختلف تقول هذا لا يليق بحليف وتحدث أنت على علاقات استراتيجية يعني أن تركيا تسجل موقف بينما هي مطمئنة بشيء ما وضعته لها الولايات المتحدة الأمريكية تكرار الموقف مع تكرار الدعم فيه شيء يبدو غامضا بين الطرفين لا المشكلة الأساسي هنا يعني تركيا منذ اندلاع أو منذ انتقال الثورات العربية إلى سوريا إلى يومنا هذا تركيا تقول لابد حل هذه أزمة من خلال آليات سياسية بل ليس من خلال آليات عسكرية ولكن للأسف الشديد مع المرور زمان تم الدخول كثير من الدول سواء كانوا في الإقليم سواء كانوا على مستوى العالمي وأزمة سورية أصبحت أزمة عالمية واليوم تركيا تقول إذا نريد أن نتخلص من هذه الأزمة لابد أن يتم تشكيل قوة بداخل من أهل الشعب السوري بأنفسهم لتخلص من هذا الإرهاب بشراك كل دول في المنطقة وعلى مستوى العالمي لتخلص من هذا الإرهاب ولكن مع هذه السياسة التي تتابعها أولاد المتحدة أمريكية ودول غربية أنا برأيي لا تريدون حل الأزمة بل تريدون هذه الدول استمرار الأزمة ولكن تحت سيطراتهم تحت قيادتهم سأحتفظ بهذه الجملة لأنها مهمة جدا سيد توز جملة أخيرة سيدتي لتحول هذه مشكلة أو هذه أزمة إلى تجارة يعني لبيع أسلحة إلى المنطقة وهذه شيء خطير كبير للغاية في المنطقة لا يصلح هذا ليس لصالح الشعوب في المنطقة لأنه جديدا بالنقاش خصوصا أن تركيا أيضا توجه لها مثل هكذا اتهامات بمعنى أنه لا مشكلة لديها في دخول السلاح إلى أطراف عديدة تقاتل في الأرض السورية ولكن لديها مشكلة في أن يصل السلاح الأمريكي إلى القوات الكردية سأعود إليك لهذه النقطة أنقل بكل أحوال كل نقاط التي تفضلت بها لسيد كاني زولام مع تجديد الترحيب به هل لك أن توضح لنا الموقف الأمريكي هل تبدو الولايات المتحدة الأمريكية غير آبها بالشكوى التركية أم أن لديها معادلة يعني لم تستطع تركيا أن تفهمها في التوازي بين صالحها مع تركيا كحليف استراتيجي كما قال ضيفنا ومع الكرد كحليف قادر أن ينفذ ربما ما تريده على الأرض العلاقات الأمريكية والتركية هي طبعية فالعدو واحد وهو داعش الأكراد أيضا هم الوحيدون الذين قاتلوهم بهذه الفعالية وبالطبع الأترك لا يريدون للأكراد أن تكون لهم أي حيز سياسي في المنطقة بالطبع الجميع يقولون أنه يرغب بتدمير داعش والقضاء عليها بشكل كامل على مستوى المنطقة والعالم ولكن القوى الأكثر فعالية ضد داعش حتى الآن كانت القوات الكردية ولذلك تلقى الدعم من أمريكا ولكن في مشكلة حقيقية وكأن هذه المعادلة في مكان ما فيها خلل أو ربما أسألك في أن تساعدنا في الفهم هل الدعم الأمريكي محدد بمعنى مؤطر مشروط بأن لا يقلق الهواجس التركية بمعنى أن هذه المكانة ستتراجع بعد تحقيق الهدف على الأرض بما يطمئن الأتراض في حال التواصل إلى تدمير داعش وتوقفت أمريكا عن دعم الأكراد ربما هذه المكانية فهكذا هي السياسة والسياسة في المنطقة حتى يومنا هذا تبقى داعش تهديدا بالنسبة إلى المنطقة والعالم ومدام داعش تهديدا والأكراد موجودين لن تصغي أمريكا لانشغالات التركية في المقام الأول ما رأيك سيد توز بذلك ولماذا لا ترى أنقرة ذلك هم فعالون في الفعل على الأرض يعني قوات سوريا الديمقراطية في إنجاز ميداني يسجل في وجه تنظيم داعش لا تقدم البديل وحتى القوات التي تدعمها لديها الكثير هناك تحفظات حتى على خلفياتها وبعضها يصنف في إطار الإرهاب هكذا يعني يتم تصنيف بعض منها نعم في الحقيقة المسألة في سوريا هي ليست مسألة أنا بالرأيي داعش وليست مسألة لحل الأزمة سورية بل هي مسألة أنا بالرأيي هناك خلفية وراء هذه مسألة وأنا أرى من هذه السياسة التي تتابعها ولاد المتحدة أمريكية وخاصة دول غربية في المنطقة أنا برأيي هي مسألة الأساسي لفتح مساحة كبيرة أمام إسرائيل وأنا برأيي أيضا هذه السياسة التي تتابعها ولاد المتحدة الأمريكية تهدف لتأسيس الدولة الجديد في المنطقة اسم ممكن يكون اسم الدولة كردية أو اسم أخرى ولكن هذه الدولة لن تكون دولة حقيقية للأكراد وللأي شعب من هذه المنطقة من هذه المنطقة بل لمساعدة توسع إسرائيل في المنطقة وهذه هي سياسة خطيرة جدا وأيضا ممكن نقرأ هذه السياسة ضمن مشروع سايكس بيكو كما تعرفين يا سيدتي قرن الماضي هناك مشروع سايكس بيكو لا أحتاج أن نتحدث كثير لأن كل يعرف هذا مشروع واليوم أنا نرى من خلال هذه السياسة التي تتابعها ولاية المتحدة الأمريكية ودول غربية هناك الرؤية لسايكس بيكو جديد في المنطقة وهذا كما قلت لتشكيل لبعض كانتونات في المنطقة خاصة لاستمرار الأزمة في المنطقة أيضا لحتى يتم إدارة من قبلهم في المنطقة وهذا كما قلت المهم هنا إذا كان مسألة مسألة داعش فدول في المنطقة مستعدة لتخلص من الداعش ودول كبرى إذا كان مستعدة لتخلص من الداعش أعتقد الداعش لا تستطيع أن تبقى في المنطقة ولو يوم واحد ولكن للأسف الشديد نرى بشكل واضح أن الداعش الآن ككارت عندهم لاستغلال من هذا كارت لتأسيس سياساتهم في المنطقة حتى نكون بشكل موضوعي لأن حتى هذه الاتهامات وجهت في المقابل لكل الأطراف الفاعلة كانت قليمية أو دولية في الأرض السورية ومن بينها تركيا وهناك عمليات بالفعل في العراق نتحدث عن اليوم الثامن والعشرين ما بعد المائتين في قتال تنظيم داعش هناك يجب من يقاتل على الأرض للك المتحدة الأمريكية ترى في القوات الكردية ما بعد تنظيم داعش المشكلة الأساسي هنا التغيير الديموغرافي الآن نحن نتحدث نقول تمام نقبل أن الميليشيات كردية فاعل في أرض الواقع في سوريا إذا دخل الميليشيات كردية إلى الرقة فبعد تخلص رقة من داعش فماذا سيحدث في الرقة هل هذه الميليشيات كردية ستنسى يتم انسحاب من الرقة أو لا هل الرقة مدينة للأكراد أو للعرب يعني المشكلة أساسي التخلص من الرقة من داعش من خلال الدعم ميليشيات كردية ليست حل الأزمة بل لخلق أزمة جديدة في المنطقة هذه هي مسألة الأساسية التي تركزها عليه تركيا تركيا تقول لابد أن تكون هناك تشكيل قوة من شعوب في المنطقة ومن خلال هذه قوة لابد أن نتخلص من هذه منظمات إرهابية سواء كان داعش سواء كان منظمات إرهابية أخرى ولكن هذه سياسة تركيا قدمت هذه خطوة بشكل ملموس وبشكل قابل لتنفيذ على الأرض الواقع ولكن كما قلت بالسبب الأشياء خلفية أو سياسة خلفية مدينة الرقة وخصوصا العين كلها عليها سنتحدث في واقعها الميدانية في تطورات محيطة فيها لكن لو تسمح لنقاط التي لها علاقة ما بعد تنظيم داعش سيد زلم ما رأيك بذلك لأن أنا سألتك بذات الإطار لم توضح لدي الإجابة إلى أي حد الآن الكرد ماذا يريدون مبعد تحرير الرقة ما خدود طموحاتهم هناك لم يقل الأكراد يوما أنهم يريدون أن يستوطنوا الرقة وليس لديهم أي سياسة توسعية يدون فقط أن يتمتعوا بمساحة سياسية داخل سوريا ولا مشكلة لهم في تشارك سوريا مع العرب فهم جزء من سوريا وقادت الأكراد قالوا أنهم يريدون منطقة تتمتع بالاستقلالية الذاتية حيث يقتن الأكراد ويتكلمون اللغة الكردية بحرية والثقافة الكردية تكون محترمة عندما ننظر إلى منطقة الرقة وإلى الشرق الأوسط بشكل عام من واشنطن لا نرى إسرائيل بالفعل إسرائيل نعم هي جزء من الشرق الأوسط لكن من هنا العام الماضي لقد شهدنا عن انتخابات في أمريكا وإدارة ترامب قالت إن إدارة أوباما لن تفعل ما يكفي للتخلص من داعش وإنها تنوي أن تتخلص من داعش بحد ذاتها وقد وصل ترامب إلى السلطة وهو يساعد الأكراد وقال الأتراك إن هذه المساعدة لن تستخدم في مواجهة الأتراك للتالي الأمر يتمحه رفاقة حول إعطاء الأكراد مساحة سياسية أكبر داخل سوريا لكن ما الذي سيحدث بعد استعادة الرقة هذا القرار يعود لأبناء سوريا الأكراد قالوا أنهم مستعدون للتحاور مع الحكومة المركزية في دمشق ويردون أن يتمتعوا باستقلالية ذاتية في المنطقة الخاصة بهم وأن يعيشوا في دولة سورية لا مركزية منذ ست سنوات لم يكنوا يتمتعوا بذلك منذ ست سنوات المساحة السياسية كانت مقيدة بشكل كبير تلك المخصصة للأكراد بالطبع ولذلك الآن يريدون أن يوسعوا حقوقهم وأن يضمنوا أن تحترم الحكومة المركزية في دمشق هذه الحدود أما بالنسبة إلى تركيا تركيا بالطبع ليست سعيدة إلى هذا الحد نقطة على السطر ليست سعيدة عندما يشري احترام حقوق الأكراد ولمدة طويلة تركيا لم تكن سعيدة بوجود كردستان العراق عندما حاول الأكراد في العراق أن تحصل على الإقرار الدستوري بهقوقهم وداخل تركيا اللغة الكردية حتى غير مشروع وغير قانونية وبالتالي تركيا لا تأتي إلى هذه المعادلة بأياد نظيفة لديها دوافع خلفية وإن كانت الأكراد كلهم في سوريا لما كانت تركيا لتهتم لكن تركيا سمحت لحدودها أو لخمسة وثلاثين ألف مقاتل باستخدام حدودها للدخول إلى الداخل السوري وفي محاولات لإنشاء مناطق طيبة لنفوذها لم يتحقق ذلك وهذا أمر جيد لكن الشعب السوري الأكراد والعرب السنة والعلاويون هم من يجب أن يحلوا هذه المشكلة وأن كان الأتراك يريد أن يساعدوا في ذلك يجب أن يتركوا سوريا لمصرها وأن يسمحوا للشعب السوري بأن يواجهها مشاكله لنفسه شكرا لك أنك أثرت موضوع العلاقة بين تركيا والكرد في العراق وفي بين أربيل وأنقرة علاقات تبدو لا بأس بها أو في نوع من انسجام في ترتيب العلاقة بين أنقرة وأربيل سيد زلام ما الذي يمنع أن نرى ذلك في سوريا مشكلة الثقة هذه كيف يمكن أن تحل طالما نسمع منك هذا الكلام وضيفنا يقول في المقابل ما يشير إلى هواجس يعني لا تطمئن بالكلام الذي يقدم من الكرد هل يمكن لواشنطن أن تلعب هذا الدور بشكل سريع في الواقع هذا السؤال الأكراد تاخل سوريا ينظر إليهم على أنهم جزء من حزب الأمار الكردستان وأشعر الأتراك أن الأكراد في سوريا في حال حصلوا بعض الحقوق ذلك يعني أن الأكراد داخل تركيا سيحصلون بعض الحقوق والقيادة التركية تعيش حالة آرق حقيقي وهي تخشى خشية كبيرة أن يحصل الأكراد على مزيد من الحقوق ولا مشكلة في حصول الأكراد على حقوقهم بالولادة حق الحديث أو التكلن باللغة الكردية هم لا يحولون تدمير الشرق الأوسط بل أن يعيشوا كجزء من الشرق الأوسط وأن تكون ثقافتهم ولغتهم محترمة والأكراد ربما رأوا نهاية النفق في كردستان العراق ولا يمكن مثلا لخمسة ملايين كردي أن يهاجم ثمانين مليون تركيا اليوم العلاقات جيدة بين إربيل وأنقرة والنفط يتدفق عبر المنطقة تركيا تستفيد كذلك حيث أن عشرين في المائة من هذه العادة النفطية تعود إلى تركيا والعلاقات طيبة أما بالنسبة لأكراد السوريين فهم يريدون العلاقة نفسها مع تركيا يريدون الحدود أن تكون مفتوحة على التبادلات التجارية من دولة تتدخل تركيا في شؤون الداخلية للشعب في السوريا أكون أتحدث عن الأكراد أم العرب إذن هي لغة المصالح يجب أن تجمع الأطراف ولا أدري إذا كانت واشنطن تستطيع أن تفعل ذلك هي لديها خبرة في أن تخيط معادلة مصالح مع عضات حتى في أطراف أي معادلة ستتحدث عن ذلك لكن الرقة هي العنوان الأساسي وإن كانت يعني الواقع الميداني الآن فيها يتسعت منكم ضيفين أن تبقى معنا وحول هذه النقطة كيف يبدو وضع مدينة الرقة ومن أين يحاصرها مقاتل قوات سوريا الديمقراطية وأين هي النافذة التي يسمحون لمسلحي تنظيم داعش بالخروج منها حيث تم ضربهم من قبل القوات الروسية تفاصيل ذلك مع زميل عبد الرحمن عزدي أهلا بكم مشاهدين كل الأنظار تشخص هذه الأيام باتجاه مدينة الرقة من المنتظر أن تشهد المدينة أبرز المعارك ضد تنظيم داعش تبدو قوات سوريا الديمقراطية الأقرب إلى أكبر معاقل التنظيم في سوريا فهي تحاصر الرقة من جميع الجهات باستثناء الجهة الجنوبية هذه القوات المدعومة من التحالف الدولي وصلت التمدد في أرياف المدينة حيث سيطرت أخيرا على قرية حمام شرق مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي وحاصرت بذلك سد البعث الذي يبعد عن القرية نحو 500 متر وفي الريف الشرقي للرقة سيطرت على قرية رقة السمرة القوات نفسها حاصرت بلتين منصورة وهندا في الريف الغربي للرقة وبحسب تنصيقيات المسلحين فأن قوات سوريا الديمقراطية دخلت في مفاوضات مع داعش تقضي بانسحابها من المناطق المحاصرة باتجاه البادية أما من ناحية الشرق فقد أصبحت قوات سوريا الديمقراطية على بعد مئات الأمتار من حي المشلب أو لأحياء مدينة الرقة من الجهة الشرقية تقدم ساهمت فيها الطائرات الحربية لقوات التحالف الأمريكية التي شنت غارات مكثفة على مواقع داعش التطورات الميدانية ترافقت مع كلام عن اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في الرقة يقضي بتأمين ممر آمن للتنظيم للخروج من المدينة باتجاه البادية اتفاق ترفضه موسكو بشدة وهذا ما يؤكده تدمير الطيران الروسي لرتل كبير لداعش انسحب من الرقة باتجاه تدمر حيث قتل أكثر من ثمانين عنصرا لداعش تسلل عناصر داعش يحصل من جنوب الرقة حيث يعبرون نهر الفرات باتجاه الجنوب على الرغم من أنهم محاصرون من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوات أمريكية وبريطانية وفرنسية خاصة نعود إلى ضيفينا سيد جاهد طوز كيف تراقب تركيا مثل هكذا تطورات بالنسبة إلى الرقة قبل أن نرد على سؤالك سيدة الكريمة أود أن تطرق إلى النقطة أعتقد هي مهمة للغاية لأن ضيفك في ولاية المتحدة الأمريكية تتحدث عن بعض الأشياء وليس لها أي حقيقة على العرض الواقع وتحدث عن الحقوق الأكراد واللغة والثقافة اليوم نحن لا نتحدث عن هؤلاء الأشياء لأن الآن نحن نتحدث عن حرب نتحدث عن أزمة نتحدث عن المشكلة كبيرة في المنطقة لابد أن نركز على هذه النقطة والنقطة الثانية المشكلة لا توجد أي مشكلة بين التركيا وبين الأكراد هذه نقطة مهمة للغاية المشكلة الأساسي بين تركيا بين المنظمات الإرهابية التي لديها امتدادات مع المنظمات حزب عمال كردسان وهو منظمة إرهابية وقامت بكثير من العمليات حتى الوقت سيداهبنا التصنيف الإرهابي هو تكتيك يستخدم على ما يبدو فقط أنه بتصنيف المنظمات الإرهابية بالنسبة لتركيا لا تراها كلها كذلك الوقت المتحدة الأمريكية صحيح؟ سيدتي الكريمة منظمة حزب عمال كردساني هو منظمة إرهابية لدى أمم المتحدة لدى أمم المتحدة لدى الدول الأوروبية ولدى ولاة المتحدة أمريكية ليس لدى تركيا فقط ولذلك هذه المنظمات التي نتحدث عنها يي بي جي بي هذه المنظمات لديها امتدادات واضحة وتركيا قدمت الأدلة ملموسة والواضحة وشافية إلى كل الأطراف ولكن للأسف الشديد كما تفضلت أنت المشكلة للأسف الشديد على أن الإرهاب عندهم مختلف وعند الطرف آخر مختلف أو إرهابك جيد سيئ إرهابي جيد وكذا هذا السبب هذا مشكلة كبيرة جدا في المنطقة أنا لا أود أن أركز على هذه النقطة ولكن النقطة الأساسية لا توجد مشكلة بين تركيا والأكراد بل مشكلة بين تركيا وهذه المنظمات التي لديها امتدادت مع حزب عمال كردس والنقطة الآخر الآن علاقة تركيا والأربيل جيدة جدا وعلاقة تركيا مع الكثير من الفئات أكراد في شمال سوريا في سوريا جيدة جدا لا توجد مشكلة في هذه النقطة النقطة الأساسي كما قلت كيف نستطيع أن نجد طريق لحل أو تخلص من هذه منظمات إرهابية في المنطقة ليست هي داعش فقط بل منظمات أخرى كلها ولابد أن تكون هناك حرب بصداقة مع المنظمات الإرهابية ليس من خلال منظمات إرهابية لحل هذه أزمة لكن سيد توزو أطلت في شرح هذه النقطة وصلت الفكرة منها اليوم قوات سوريا الديمقراطية تراها كذلك يعني تركيا بأنها لها اتصالات بمنظمات تصنفها وتصنف قوات سوريا الديمقراطية بأنها إرهابية واشنطن حليف استراتيجي لأنقرة لا ترى كذلك وإنما تدعمها والآن أمام فصل مهم ألا وهي الرقة أحد معاقل تنظيم داعش على ما يبدو في اتجاه لتصعيد العمليات هناك وربما يكون قريبا ننظر ما بعد داعش في الرقة لذلك أسألك بكيف تراقب تركيا هذه التطورات أو بالأحرى أي دور لتركيا في معركة الرقة المقبلة على ما يبدو لا شك تركيا ستكون موجودة في معركة وتركيا ستكون موجودة في سوريا وسيد رجال طيب أردوغان رئيس الجمهورية تركيا قالت أن عملية درع الفرات ليست نهاية بل بداية ولم تنتهي وستبدأ إذا نجد حاجة أو أي في أي وقت لحاجة نحن ستستمر هذه العملية سواء كان على أراضي سوريا سواء كان على المناطق أخرى لأن هذه تهديد هذه المنظمات الإرهابية تهديد على أمن القوم التركي وتركيا كالدولة ديمقراطية وقوية في المنطقة لديها حق وفق القوانين الدولي لديها حق حماية حدودها والوطنية ولكن تركيا لن تقبل ولم تقبل الاشتراك هذه المنظمات الإرهابية في أي عملية في أراضي سوريا واعتراضات تركيا ستستمر تجاه هذه النقطة وتركيا ستضغط على مستوى الدولي في هذه النقطة لأن تركيا تعتقد أن لا يمكن حل هذه أزمة أو وجود أكراد في مدينة الأغلبية من العرب في خاصة الرقة لا يكون لحل هذه أزمة هذه النقطة أساسي تركيا تركز على ذلك وأعتقد في أيام مخبلة نعم أنقل هذه النقطة سيد زولام وأعذر المقاطعة سيد توز ما لك بذلك سيد زولام معه في علامات استفهام أيضا تطرح في هذه التطورات الأخيرة لمدينة الرقة بأنه فيما يشبه التنصيق أو الاتفاق لا أدري ماذا يمكن تسميته بأنه تنصح بعناصر التنظيم باتجاه المناطق في محيط تدمر حيث الجيش السوري وحلفاء أو هذا ما رصدته الأقمار الاصطناعية وما تم ضربه اليوم بما يشبه القوافة الخارجة للتنظيم كيف يمكن الإجابة على مثل هكذا السؤال وهو في خلفية ما يطرح سيد توز عن قوات سوريا ديمقراطية لقد رفض الأكراد هذه الإداعات وهم لا يتعاملون مع داعش بل يحاربون داعش والجميع ويعرفوا ذلك بالطبع أما بالنسبة إلى كافية وصولهم إلى تدمر لم يحصلوا بالطبع على إذن من قوات سوريا ديمقراطية أو أي حزب من كردين آخر لقد تحدث ضيفك عن عدم وجود مشكلة بين تركيا والأكراد أنا كردي من تركيا ويوجد ملايين الأكراد في تركيا لكنه لا يعرف ما يعيش الأكراد في تركيا هذا العام مثلا المتحدة أصدرت تقريرا أفدت فيه أن 30 مدينة كردية قد جرى تحويلها إلى مناطق فارغة وبعض المناطق حتى في داخل سوريا قرب حمص حولتها تركيا إلى مناطق مفرغة من الأكراد وبالتالي من المضحق أن يدعي ذلك من دون أن يعيش في هذه المناطق الكردية وأن يعرف طبيعتها الأكراد ليسوا موجودين لإفساد الشق الأوسط بل لمساعدة الشق الأوسط للتوصل إلى توازن ولكي يعيش شق الأوسط في جو من الحرية ولكي تعيش الدول المختلفة في حالة من الاستقرار من حول سوريا مثلا إلى هذا الأتون من سمح لآلاف المقاتلين عبور الحدود والدخول إلى سوريا واستحداث هذا الوحش وحش الدولة الإسلامية تركيا فعلت ذلك أردغان هو من فعل ذلك وأن نقول الآن أن تركيا يجب أن تكون جزءا من هذه المعادلة لإحلال السلام هذه مضاربة وهذه تناقض حقيقي الأمريكا لا تثق بتركيا وروسيا لا تثق بتركيا لأنهما يعرفان أن لتركيا دوافع أخرى وتركيا في البداية قالت أنها تريد أن تطيح بالأسد وأن تولد دولة تابعة لها موضوع ثقة بين روسيا وتركيا أوليات المتحدة الأمريكية وتركيا هو ليس موضوع ثقة وإنما ربما تنسيق مصالح تفترق أو تلتقي بنقاط بعينها في الأرض السورية بكل الأحوال نحن الوقت انتهى لهذا الملف وأعرف سيد طوز أنك تريد أن ترود سأعطيك المجال مع السؤال أنه رئيس تركيا جيد طيب أدوغان قال من ينتظر مننا الصمت إذا تأسيس دولة إرهابية على حدود هنا فهو يجهلنا وبالتالي أسألك ما الذي ستقوم فيه تركيا بتالي هل ستنخرط عسكريا في الرقة لتحقق يمكن ما ترى أنه مكان قوات سوريا الديمقراطية بشكل سريع كما قلت في البداية وأكرر مرة أخرى تركيا لن تقبل هذه السياسة التي تتابعها ولاية المتحدة في المنطقة وتركيا لن تفتح لن تسمح لأي طرف من الأطراف لتعمل لصالح الملفات أو سياسات الخفية لدى بعض الدول في المنطقة وتركيا سياساتها واضحة والأشياء التي تطلبها تركيا واضحة وتركيا منذ بداية يومنا تصير مصممة على هذه النقطة وأعتقد بعد ذلك ستركز على هذه النقطة والنقطة أخيرة أقول أنا أيضا أصل كردي وأنا عيش في تركيا والفرق بين وبين ضيفك في الولايات المتحدة الأمريكية هو يعيش في الولايات المتحدة وينظر إلى تركيا بعيون ولاة المتحدة الأمريكية وأنا أعيش في بلدي وأنا أعيش هنا وأنا بهذا العيون حتى لا ناخذ الأمر بطبع شخصي بهذا الشكل ربما الخلفيات التي العلاقة بينكما بوجود كل واحد في مكانه لا تفيد المشاهدين كثيرا لا النقطة الأساسي أنا أود أتحدث عنها أنا من أهل هذه بلد ولا توجد مشكلة بين الأكراد والأتراك المشكلة بين منظمات إرهابية وتركيا عانت بكثير من هذه منظمات إرهابية وتركيا لا تريد أن تكون هذه منظمات إرهابية كارت أو آلية بيد الديناميكات خارجية وتركيا ليست تركيا قديمة أبر تركيا جديدة ونعطي حتى مجال رد لسيد زلام بثلاثين ثانية إذا وددت أن تعلق سيد زلام الأكراد يرغبون بأن يكون مصدرا الاستقرار في الشق الأوسط كانت لك داخل تركيا أم في داخل السوري في العراق لقد وافقوا على أن يتشارك العراق مع الأكثريات العربية وردون أن يعيشوا في الوضع نفسه في سوريا وفي تركيا شكرا جزيلا لك سيد كاني زلام مدير الشبكة الإعلامية الأكراد في أمريكا كنت معنا مباشرة من واشنطن موصول شكر لك سيد جاهد طوز الكاتب والبحث السياسي كنت معنا مباشرة من أنقرة فاصل قصير ونواصل المسائية أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين تزت محافظة إب جنوبي اليمن على حادثة انتحار سيدة برفقة ابنتيها السببب الذي دفع هذه الأسرة إلى اختيار الموت بإرادتها هو لمحاولة الهرب من بشاعة واقع مرير وأوضاع بائسة دلو الحديدة حين يضيق صبر الضعيف بجبروت المستبد ويهن الجسم المكلوم أمام عن جهية الظروف ولما تستأسد عزة النفس مستبقة مهانة التسول في أنفس عاشت شامخة يكتمل مشهد الانتحار كآخر أسلوب عزة في زمن الإغال في المهانة الإنسانية مصدوم الشارع اليمني من لجوء سيدة للانتحار مع طفلتيها وقد لا يكون الموت بعيدا عنهن إلا بضعة أميال أو عدة لحظات بموجب الوضع البائس لليمن لكن القدر رسم مصيرهن مثل ما طبقناه السيدة الأربعينية في مدينة إب سقط نفسها وابنتيها إيمان وأريج البالغتين تسعة أعوام واثني عشر عاما على التوالي كأس السم بعدما استوفينا جميعهن سموم العيش عقب وفاة معيل الأسرة قبل ثلاث سنوات مصدومين سكان جبل حجاج في مديرية السد بالمحافظة الجنوبية فليس ما تجرعته الفقيدة وابنتها إلا غيضا من فيض ما يسقى منه اليمنيون منذ فترة ولكن أجسادهم ربما باتت أعتى من أن يرديها السم صريعا وقع اليمن يرصد سموما أكثر فتكة ليس أقلها أفعل مجاعة الأرقام الرسمية للأمم المتحدة تحصي نحو سبعة ملايين شخص على مقربة من نابيها وعشر محافظات من أصل 22 بات قاطنوها يسمعون فحيحها عن قرب وبرنامج الأغذية العالمي لا يرصد في مطمورة اليمنيين ما يسد رمقهم إلا مخزونا لنحو ثلاثة أشهر والكلراء تهلك نحو 500 شخص خلال شهرين ورقعة الفقر والأمراض والأوبئة كلها إلى اتساع قد يخرج اليمن من حدود جغرافيته إلى فياف صحاري الضياع من صنعاء ينضم إلينا المؤثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة دكتور صلاح الحاج حسن مرحبا بكم دكتور الحاج حسن كيف تابعتم وواكبتم هذه المأساة في إب وهل هناك من تفاعل على كبر حجم هذه المأساة للأسف هذه المأساة قد لا تكون المأساة الوحيدة التي قد نشهد عليها وقد كنا قد حذرنا في أكثر من مرة ومن خلال ما أعلننا عنه في منتصف مارس في آخر تصنيف مرحل متكامل للأمن الغذائي في اليمن أن هناك كما أسلفت تقرير سبع ملايين يمني هم في حال الطوارئ وعشر محافظات يعني حوالي عشرة ملايين يمني هم أصبحوا في حال خطر في جهة تصنيف الأمن الغذائي اللي هو تصنيف عالمي وبالتالي قلنا ونقول ونؤكد الآن أن هذا الموضوع مع الاستمرار في الأوضاع الاقتصادية مع وجود أكثر من مليون ونصف موظف مدني يعانون مشكلة المرتبات مع موجود أكثر من مليونين عامل كانوا يعتمدون على القطاع الزراعي الصيادين القطاعات الانتاجية القطاع الخاص كل هذه الأرقام التي نتحدث عنها مع كل ما يتبع ذلك من أمراض كما ذكرت تقرير والآن هناك حوالي خمس وستين ألف حالة للكوليرا خلال العشرة أيام الماضية هناك عشرة ألاف حالة ثلاث أيام الماضية هناك حوالي عشرة ألاف حالة تم تسجيلها من أصلها في خمسمية وتنين وتلاتين حالة وفاة وبالتالي أنا قلت على الميادين من حوالي شهرين أننا إذا لم نتخذ أو لم يتم اتخاذ إجراءات للتدخل خلال الأشهر الثلاثة القادمة ونحن في شهر ونصف من ذلك الحين للأسف سنشهد على أكبر مأساة إنسانية تشهدها المنطقة والعالم وهذا يتطلب فعلا جدية ومسؤولية إنسانية على كافة مستويات دكتور الحاج حسن وكأنك تشير إلى أن هذه المأساة برمزيتها عندما تحدث عن أم تقضب على الانتحار مع ابنتيها وبالتالي لن نرى تحركا يعني بحجم المأساة الكبيرة لليمن لم يكن هناك تحركا هذه المأساة برمزيتها بكل ما تحملها لن تحرك ساكنا في التعامل مع الواقع الإنساني في اليمن للأسف هذه الحالة من الحالات التي قد تم تسجيلها أو العالم فيها أعتقد أن هناك العديد من الحالات التي يمكن أن لا تكون قد علمنا فيها أو سجلت أو تم الاطلاع عليها من قبل الإعلام بالإضافة إلى ليست على مستوى الانتحار ولكن وصلت إلى لدرجة من الأحباط قد تؤدي إلى ما هو أسوأ لذلك من أن يتحمل الإنسان هذه الظروف التي يعني الناس الآن المشاهدون يسمعوننا ويشهدون بعض المشاهد التي قد تكون مؤثرة ولكن ما نشهده وما يعاني منه اليمنيون يوميا أعتقد هو أكثر مما قد يمثل حالة واحدة نتحدث عن آلاف الحالات التي للأسف هي نموزج هذه الحالة هي نموزج مأساة كارثة إنسانية للأسف قد تتكرر وهذا واقع مرير يجب أن يقوم كل المعنيين بكل ما يمكن أن يقام به من تدخلات ومساعدات حتى تقف هذه المأساة وربما لذلك قلت لك برمزيتها دكتور نحن الآن نتحدث عن واقع يعني واقع يمني الكل يعلم به بالأمس كان في جلسة لمجلس الأمن كان واحدة من عانوينها تداعيات الحرب على الواقع الإنساني والصحي في اليمن وكان في الكثير من القلق يعني تمضخه في جلسة مجلس الأمن ما الذي يجعل عدم القدرة على التفاعل والتحرك على مستوى مجلس الأمن مع مثل هكذا واقع مع حجم القلق الكبير الذي سمعناه بالأمس خرج عن رئيس هذه الدورة لمجلس الأمن الواضح قبل هذه الجلسة بشهور وأسابيع قلنا أن هناك محافظات يمنية تعداد سكانها وصل إلى السكان الذين وصلوا إلى حال الطوارئ كما ذكرت سبعة ملايين نسمي عندما نقول سبعة ملايين يمني هم في حال الطوارئ ألا يعني شيئا هذا الرقم عندما نتحدث عن ألاف الحالات 65 ألف حالة إصابة بالكوريرا منهم 10 ألاف حالة خلال 3 أيام ونحن مقبلين على فترة ارتفاع في درجات الحرارة مما يعني هناك حالات متوقعة أن تتزايد بالإضافة إلى أن موسم الأمطار خلال نيسان أبريل كان أقل مما هو متوقع فيعني الإنتاج المحلي يعاني من مشاكل قطاع صيد الأسماك الذي يعتمد عليه أكثر من 100 ألف عائلة قطاع الدواجن الذي هو قطاع خاص يؤمن أساسيات الإنتاج من اللحوم والبيض هو كقطاع خاص يؤمن فرص عمل بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي معرض الآن لكارثة قطاعات الإنتاجية القطاع الخاص بكل ما الكلمة من معنى إذن ما زل نتوقع ما زل يتوقع العالم عندما تكون بلاد في هذه الحالة من ضعف الإمكانيات من تردف الوضع الاقتصادي من ضعف القوى الشرائية وأعتقد الآن المشكلة الأساسية التي يجب أن نعيها جيدا والرأي العام يعرفها أنها قد لا تكون هي فقط بتأمين الغزاء أو وجود الغزاء المشكلة ستكون في قدرة وإمكانيات وقدرة شرائية للمواطن اليمني على تأمين الغزاء والوصول إلى الغزاء مشكلة دكتور ما نطرحه هو ربما تساعدنا في الإجابة على أنه ليست الأزمة ليست معلومة في اليمن الأزمة معلومة مناقشة وأول من أمس كان في نقاش والحديث عنها وعن خطورتها وتدعياتها يعني التقارير التي نستند عليها هي تقارير أممية ومنظمات أيضا دولية ما الذي أو كيف يمكن الإجابة على السؤال ما الذي يمنع أن يكون هناك تحرك فاعل وجدي نتحدث عن مجلس الأمن عن الأمم المتحدة بكل منظماتها الأمم المتحدة طبعا خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017 كانت يعني تم تحديد الاحتياجات الأساسية فيها بـ 2.1 مليار حتى الآن ما تم تأمينه أقل من 25% من الاحتياجات ويمكن من خلال ذلك أن تعلمي الإمكانيات التي أصلا مطلوبة والتي توفرت حتى الآن وبالتالي بالإضافة إلى أن الإمكانيات الموجودة على مستوى القطاع العام كخدمات عامة أصبح معلوم بأن إمكانيات التحرك وتأمين والخدمات على مستوى المناطق المدن الأساسية والأريافية أصلا أصبحت ضعيفة جدا أو شبه معظومة في معظم الأحيان فما يمكن أن يكون أسوأ من أن تكون الأمور وصلت إلى عدم تمكين القطاع العام من القيام بالخدمات المطلوبة أو الخدمات الأساسية من صحية وغيرها بالإضافة إلى عدم توفر الإمكانيات التي تطلبها الأمم المتحدة لتأمين ما هو أساسي وأنساني كل الأحوال نحن في القناة الواحد والعشرين نتحدث عن سبعة عشر مليون يمني على شفاء المجاعة ويواجهون تحدث عن كوليرا عندما نقول كوليرا أو تعنون عاصمة مثل صنعاء بأنها موبوءة بالكوليرا هذا بطبيعة الحال يفرض الكثير من التساؤلات والمسؤوليات سنتحدث عن ذلك طالما تحدث عن الحرب في اليمن تبقى معنا دكتور صلاح الحاج حسن مشاهدين منذ انطلاق الحرب السعودية على اليمن حتى اليوم تصعدت الأرقام الخاصة بالخسائر السعودية في هذا البلد خسائر شملت مختلف القطاعات العسكرية والاقتصادية في مقابل خسائر يمنية في الأرواح والاقتصاد إلى جانب تشار المجاعات والأمراض والفقر علي مرتضى أهلا بكم تنفق المملكة العربية السعودية منذ انطلاق الحرب على اليمن مئة وخمسة وسبعين مليون دولار على الغارات الجوية ضد اليمن شهريا يضاف إليها خمسمائة مليون دولار شهريا مخصصة للعمليات الأرضية موازنة السعودية للعام الماضي سجلت عزا بقيمة لمست تسعين مليار دولار في مقابل احتلال المملكة المرتبة الثانية عالميا بعد الهند في شراء السلاح واستراده شبكة بلومبرغ الأمريكية كشفت أن زيادة مشتريات السعودية من السلاح ساعدت في ارتفاع مبيعات الأسلحة عالميا عام 2015 بنسبة عشرات في المئة حيث قفزت مشتريات المملكة من السلاح بنسبة خمسين في المئة لتصل إلى تسعة فاصل ثلاثة مليار دولار في اليمن قدر عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الحرب بأكثر من ثلاثين ألف شهيد وجريح عدد الشهداء من الأطفال بلغ أكثر من ألفين طفل فيما بلغ عدد الضحايا من النساء ألف إمرأة أما عدد الشهداء من الرجال فبلغ ما يقارب ثمانية آلاف رجل جميعهم من المدنيين في التعليم والإعلام بلغ عدد المدارس والمعاهد التعليمية المتضررة سبعمائة وثلاثة وستين مدرسة ومعهد ومائة وثلاثة عشرة منشأة جامعية وستة وعشرين منشأة إعلامية أما عدد المنازل المدمرة والمتضررة من جراء العدوان فبلغ أربعمائة وثلاثة آلاف منزل كما تم تدمير سبعمائة واثنى عشر مسجدا وفي البنى التحتية والمنشآت الحكومية والخدمية استهدفت السعودية مائة وأحد وستين محطة ومولدة كهرباء وثلاثمائة وسبعة خزنات وشبكات مياه ومائتين وسبعين مستشفى ومرفقا صحيا وما يقارب ألفا وستمائة منشأة حكومية دكتور سلاح الحاج حسن هل لديك تعليق على ما عرضنا في هذا التقرير خصوصا لجهة الأرقام ومعادلة الخسائر العسكرية إن كانت بالنسبة للتحالف في كالة المملكة العربية السعودية والخسائر الإنسانية التي نراها ونرصدها بالأرقام وقلت بعضها في اليمن الموضوع الذي يعنيني في هذا المجال هو الموضوع الأمن الغزائي والمرتبط بالقطاعات الأساسية التي يتم تدخل من خلالها ومن خلال عملنا خاصة قطاعات الزراعة والأسماك أما المواضيع الأخرى التي هي مواضيع أقرب إلى السياسة من الأمن الغزائي فليس من مهم أن نعلق أو أن ندخل فيها أصلا بكل الأحوال أقدر ذلك ولكن هي لها علاقة بأن هناك مشكلة في إيصال المال أو الدعم الغذائي لكن لا مشكلة في أن نرى السلاح بهذا الشكل ويستخدم في اليمن طيب دكتور الحاج حسن هل نحن أمام ما نشاهده وكأنه يبدو الأسوأ لكنه ليس كذلك في حال استمرار الواقع على ما هو عليه ما الذي يمكن أن نرى في اليمن للأسف إذا لم يتم تأمين المتطلبات على مستوى الإنساني بشكل أساسي وتأمين مصادر الدخل لأن كان هناك شبكات أمان اجتماعي تؤمن مساعدات شهرية لأكثر من مليونين ونص يمني بالإضافة إلى فرص العمل الأخرى التي ذكرتها وبالتالي إذا ما أضفنا ذلك إلى الوضع القائم لجهة الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع العملة الأجنبية بالقارنة مع الريال اليمني وضعف القدرة الشرائية للأسف سنكون أمام المزيد والمزيد من الخسائر على مستوى الإنساني المرتبط بحياة الناس بصحة الناس غذاء الناس وما قد يترتب عن ذلك من مشاكل قد تنعكس بأشكال مختلفة هذه الصورة المحزنة التي تم عرضها الليلة هي أحد الصور أحد النمازج هناك الكثير من الصور الأخرى التي تشهد عليها العائلات اليمنية التي يعاني أصحابها من الأحباط أو اليأس أو مشاكل التي للأسف قد تزيد مع ازدياد حدة هذه الأوضاع والظروف هل أنتم متفاعلون أو بالفعل ربما موعودين نتحدث أو بالنسبة للجهات الأخرى بأن يكون هناك تحرك أو خطوات تمنع أن نرى السيناريو الأسوأ حتى أكون واقعي وصريح أنا قلت سابقا وأقول الآن للأسف ما نشهده الآن هو صعب جدا نعيش ظروف أكثر من صعبة في بلد يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وليس هناك من أفق واضح أن يكون هناك تدخلات وإمكانيات بحسب المطلوب إذا ما استمر الوضع عليه ستكون الظروف أصعب للأسف دكتور صلاح الحاج حزن أن الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة كنت معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنع شكرا جزيلا لك لهذا نصل إلى ختام المسائية مشاهدين نذكركم بعناوينها دعم العسكري الأمريكي لوحدات الحماية الكردية يزعج تركيا فهل تنجح واسنطن بإرضاء الطرفين أم تفرض عليها أنقرة الاختيار الجوع والفقر يدفعان يمنية إلى الانتحار مع ابنتيها في محافظة إبفال يحرك موتهن شيئا في المجتمع الدولي ومن يوقف مأساة اليمنية دائما للمزيد من الأخبار والتقارير ضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما المزيد من الأخبار مشاهدينا على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة